مركبة الأعماق هي رحلة خطيرة يتعرض فيها الإنسان لوحوش البحر وللاختناق وللظلم الدامس وهو كلما تعمق تحت الماء زاد الضغط على جسده فلا يمكنه أن ينزل إلى أكثر من خمسين مترا ولكن الإنسان وتوقعه إلى اكتشاف المجهور يتعدى العراقيل ويرفض المستحيل فيسخر العلم الحديث ليتغلب على جميع هذه الصعوبات وينجح في الغوص إلى أعماق البحار والمحيطات والفضل يعود إلى ابتكار عظيم الغواصة هنحن نهبط إلى أعماق المحيط في غواصة استكشافية خاصة لها جدران معدنية سميكة لتقاوم ضغط الماء فلا تتحطم وفيها أنابيب أكسيجين للتنفس ونوافذ ذات زجاج غليظ صلب إننا في هذه الغواصة لا نخاف فإن لها قدرة على الهبوط إلى عدة آلاف من الأمتار هذا نور الشمس يتضاءل فلا نكاد نرى ولكن في غواصتنا أنوار كاشفة نجد في الأعماق أنواع من السمك لا عهد لنا بها لبعضها حبل طويل يتحسس به فريسته وهذا آخر يرسل شعاعا من نور يهتدي به ما أعجب ما نرى إن عمق المحيط كسطح الأرض بعضه مرتفع كالجبال وبعضه صخر وآخر رمل وهذه شعاب مرجانية تبدو كأنها بستان ذو أشجار مثمرة بمنظر بيج التقطنا صورا رائعة ونادرة وأخذنا عينات بفضل أجهزة دقيقة الآن وقد أنهينا تبدأ الخزانات بإفراغ الماء وذلك بضخ الهواء المضغوط فيها تدريجيا فترتفع الغواصة رويدا رويدا حتى تبلغ بنا سطح الماء ونحمد الله على السلامة إذن نجيب عن الأسئلة اختر الإجابة المناسبة لا عهد لنا بها يعني غريبة علينا تقاوم يعني تتحمل توقه يعني شوقه إذن نوصل هذه رحلة برية جوية بحرية أم رحلة غوص هي طبعا رحلة غوص يستعمل الإنسان في هذه الرحلة إذن الباخرة اليخت الغواصة أم القارب أكد الغواصة ما هي الأخطار التي يتعرض لها الإنسان إذا أراد أن يقوم برحلة إلى أعماق المحيد إذن موجودة في النص أطفال راحظوا هي رحلة خطيرة يتعرض فيها الإنسان لوحوش البحر وللاختناق وللظلام الدامس هذه هي الأخطار التي يتعرض إليها الإنسان أثناء رحلته إلى أعماق البحر هل استطاع الإنسان أن يتغلب على هذه الصعوبات والأخطار وكيف ذلك إذن نعم استطاع الإنسان أن يتغلب على الصعوبات والأخطار كيف ذلك كما هو مكتوب في النص لاحظوا فيسخر العلم الحديث إذن تسخير العلم الحديث وأيضا هنا الفضل يعود إلى ابتكار عظيم وهي الغواصة إذن وابتكاره الغواصة إذن بتسخير العلم الحديث وابتكاره للغواصة السؤال المولي كيف هي هذه الغواصة استخرج ما يدل على مقاومتها لضغط الماء إذن كما هو موضح في النص أطفالي الغواصة هي إذن لاحظ هنا هي غواصة استكشافية خاصة أما الجملة التي تدل على مقاومتها لضغط الماء هي لاحظوا لها جدران معدن يسميكا لتقاوم ضغط الماء فلا تتحطم إذن ما هو الشعور الذي يحس به الركاب في هذه الغواصة الخوف الإطمئنان أم المتعة إذن أكيد الإطمئنان كما موضح في النص لاحظوا إننا في هذه الغواصة لا نخاف لا نخاف يعني نطمئن ماذا نشاهد إذا قمنا برحلة في عمق المحيط وما أكثر شيء أعجبك في هذه الرحلة إذن كما هو موضح في النص أطفالي أعزاء نجد في أعماق المحيط أنواع من السمك وأيضا نجد شعاب مرجنية أكثر شيء أعجبني في هذه الرحلة هي القدرة الهائلة للغواصة التي تمكنها من الغواص إلى الأعماق البعيدة واكتشاف أنواع كثيرة وعجبة من الأسماك هل نجحت هذه الرحلة الاستكشافية؟ نعم أكيد لقد نجحت هذه الرحلة ما هي أهمية الغواصة الاستكشافية بالنسبة لعلماء البحار والمحيطات؟ طبعا هي الوسيلة الوحيدة التي تنقلهم إلى أعماق المحيطات للبحث عن الكنوز والمخلوقات الغريبة والقيام بدراسات استكشافية ابحث في القموس عن معنى كلمة محيط طبعا أطفالي عندما تقومون بالبحث عن كلمة محيط في القموس ستجدون عدة معاني سأعطيكم معاني فقط التي يمكنكم أن تجدونها عندنا مثلا المحيط وهو اسم أسماء الله عز وجل عندنا محيط الدائرة أو المربع أو المستطيل وهذا طبعا درستموه في الرياضيات وعندنا أيضا المحيط الموجود في النص هكذا أطفالي نكون قد انتهينا من دراسة هذا النص إذن بالتوفيق في دراستكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته